اشتركوا في القناة الماضية فقال لنا إن المقصد من صيام يوم العاشر من محرم المقصد هو شكر الله على القضايا على الدكتاتورية وإغراق الطاغوت وجنده وأنه نجى أهل التوحيد فقضي يدابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين شكرا لله على ذي النعمة النبي حينما هاجر وجد اليهود يصومون هذا اليوم فسأل فقيل هذا يوم العاشر من محرم زين نجى الله فيه موسى فقال نحن أولى بهم بموسى نحن أولى بموسى منهم فصام وقال لأن أحياني الله إلى قابل لأصومنا التاسع نصوموا علاش نتفكروا بإلا الأمة يخصها تقوم في وجهي الظلمة المستبدين لأنه قاعد دعاة وقاعد هذوك اللي دلوا المعيضة كي يتكلموا عن ناس عن الوضوء يتكلمونهم على الزاكات ما كايش اللي يتكلم على اللي يتكلم عليه القرآن أعظم موضوع شغل أكبر مساحة في كتاب الله هو فرعون هو الظلم هو الاستبداد هو الدكتاتورية هي الطاغوتية البقارة العمران النساء المائدة الأنعام الأعراف أو يا بنعام أو يا مكاش سورا اللي ما فيهاش ولا صدر بكثر هادشي باش تعطيه ولو قد ما اعطاله الله يا سبحانك يا ربي يا سبحانك